هل وساوس الشيطان السلبية التي تتبادر إلى الذهن تجاه العقيدة الإسلامية أثناء الخلوة في التفكير تعد معصية؟ هذه في الحقيقة ليست معصية هي أثار من أثار الإيمان إن الإنسان لو لم يكن مؤمنا لما روادته هذه الشكوك أصلا لكان على الأصل الأول وهو أنه ليس مؤمن بالمرة هذا من إيمان الإنسان ومن تخوفه على عقيدته ومن حرصه عليها تراوده هذه الأشياء ولكن السؤال الذي ورد فيه أثناء الخلوة بمعنى أن كلما خل الإنسان أكثر من الخلوة وانفرض بنفسه تستولي عليه هذه الأسئلة نحن نعرف أن هناك أوقات في الحقيقة يكون الإنسان فيها ضعيفا أمام الهواجس الليل حينما يطول ويكون الإنسان في فراشه أو منفلدا تراود أشياء ويشعر حتى ببعض المشاكل بشكل مضاعف تكون هذه المشاكل موضوعة تحت مرايا مقعرة بمعنى تضخمها ومعروف أن للناس حينما يكون في يومهم فإنهم يستريحون ويلهون وينسون كثير من الأشياء فلذلك لا تسيطر عليهم الوساوس والهموم ولذلك الشاعر كان يتحدث عن الليل بأنه وجبهه بالراعي الذي يريح الغنم وليل راح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جانبي فالليل يجمع هذه الأفكار وذلك يحاول الإنسان أن يتخلص من لحظات الفراغ الكثيرة ويحاول أن يعيش إيمانه وأن يتعلم وأن يرتقي فيه وأن لا يبقى في دائرة السؤال والجواب مع النفس والله ألم